السلام عليكم كيف نتوما نبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي ولنبك كيفما العداع نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غد نتقسم معكم اليوم مرة اخرى وطحت الطلب ديلكم وجبات سهلة سريعة بالخصوص للعشاء او للغداء اللي بغيتونتوما سنحضر معكم هالطبق هذا اللي سهل سهل ولي ديت بزف ما تشبعوا شي منه يعني التحضير ديالوه انتم ما غد تشاهدوا معايا كنحضرها فقط غير في المقلة ما كنحتاجوا للفرن لات اشي حاجة دوزة بنشوف المقادر وطريقة تحضيره كيفما العادة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غد نحتاج عن دهنية لثا ديالحبات من البطاطس لثا ديالبطاطات من سوسطين كيفما كتشاهدوا معايا بالنسبة لكمية ديالبطاطا طبعا كسبقة على حساب الاسرة ديال كومنتوما قشرتها من قبل طبعا وصلتها وهذه انقطعها الى مربعات متوسطين اي مكعبات متوسطين ماشي صغارين تماما وماشي كبارين بزب باش ميخدوش من نفس زب ديال الوقت في الطياب هاد الشكل هادا صافينا ان بعد مساليت هنا عندكم جوش ديال اختيارات اخواتي بالنسبة لطيابد هاد البطاطا هادي اما انكم تضيفوها فقط غير الملح تملحوها وتقليوها في الزيت عادي تاخدوا حل المقلة في هالزيت وتقليوها حل البطاطا عادية او انكم تطيبوها في الفرن كيفما غدي نعملها انا كسبقها صحية وكتجيلي ديدة بزاف او في نفس الوقت كتنقص علينا شوش ديال الوقت يعني كنحشيوها في الفرن وكنعملو اشياء اخرى اذا تنتو ما طيبتوها في الفرن فضيفو لها التوابل التوابل اللي هي بسيطة ضيفت واحد رأس ملعقة صغيرة فقط واحد الرشة من الفلفل اسود اي ليبزار وكذلك رأس ملعقة صغيرة من الكامون وزيت واحد الرشة خفيفة من الفلفل الاحمر ذيك الفلفل الاحمر عندي حر شوية اي بابريكا وغادي نزيد واحد الرشة من زعتر اي صحتر او اوريغانو وغادي نزيد ملعقتين من زيت الزيتون فقط غير ملعقتين من زيت الزيتون كيفما اذكرت معكم كسبقها صحية وفي نفس الوقت يعني كندخلوها للفرن وفي ذيك الاثناء كنقدرو نعملو اشياء اخرى ولكن كيبقى لكم كامل اختيار حتى مقلية في الزيت كتجمزونة نضيف لها فقط غير الملح لانا اذا كنتوا غادي تقليوها ما تعملو لاشي هالتوابل باش متوسخلكمش الزيت ديالكم سافي هنا ايام بعد ما يعني خلطت المكونات مزيان لك التوابل مزيان مع ذيك البتاطا فكنجيب واحد صفيحة عفوا او واحد صينية اللي اسبق لي فرشت لورق ديال الفرن او ورق ديال الطبخ اذا ما كنتو شمتو فرن عليها اخواتي فقط غادي تاخدو السينية ديال الفرن ديالكم دهنوها بدهنات ديال الزيت باش ما تلتسقلكمش البتاطا فيها وصفيو غادي توزعو في هاد المربعات او المكعبات ديال البتاطا على هاد الشكل هادا نحاولو نوزعوهم هيدا باش كل واحدة كتتتحمار يعني كتتتخل للطيب مزيان وغادي ندخل سينية او صفيحة ديال الفرن ديالي في الوسط ديال الفرن على درجة حرارة ميتين درجة النار من الاعلى ومن الاسفل ما كتاخدشي تماما اخواتي الوقت في الطيب تقريبا ثمانية احتان عشر ديال بقاية كتتكون صفي طيبة فهاد الاتناء البتاطا ديالي في الفرن كتتتحمار او كتتطيب في الفرن غادي نحاول نكمل باقي الخطوات اللي غادي نحتاج في هاد الطبق هذا خديت واحد المقلاة وضعتها على نار متوسطة عملت فيها كمية من زيت الزيتون عملت فيها واحد بصلة متوسطة اللي عندي مقطع رقيقة او مشلدة كيف كتشاهدو معايا وضفت للملح الملح كيبقى على حسب الضوك طبعا غادي نخلي هاد البصلة ديالي حتى كتبتقلى وكتبدا تتحمر على هاد الشكل اللي كتشاهدو معايا فكتعطي واحد المضاق احسن ومن بعد غادي نزيد الفلفل انا هنا عندي جوج ديالانواع ديال الفلفل فلفل اخضر وفلفل احمر قطعتهم حتى هما صغارين كيفما كتشاهدوا معايا استعملوا الفلفل اللي متوفرين عليه وحتى واذا ما كيعجبكم شي المضاق ديال الفلفل استغنواعليه سافي غادي نخلي حتى هو واحد جوج ديال دقايق حتى ثلاثة ديال دقايق هاكي تقلي حتى هو شوي يجديك الفلفل من بعد غادي نزيد واحد الحبة ديال الطماطم يعني واحد الماطيشة اللي بشرطة اي حكيتها بغيتوا تقطعوها صغيرا ووضيفوها فحتى هيك تجيم زيانا انا حكيتها باش ما مبقاش يعادنا يعني مبقا نضغط على ديك الماطيشة حتى هي باش ما تبقاش يعني الطريفة ديالة بينيهم فحكيتها بالنسبة للتوابل غادي نضيف فقط رشة خفيفة من الفلفل احمر انا استعملوا نفس الفلفل احمر الحار اي بابريكا تقدروا تضيفو الفلفل احمر وانه تزيد واحد الرشة ديال السودانية اي الشطة كذلك زيت واحد رشة من الفلفل اسود اي لبزر وعندي هنا واحد رأس ملعقة صغيرة فقط من الكامون غير رأس ملعقة اخواتي صغيرة لا بالنسبة للبزار ولا بالنسبة للكامون يعني واحد رشة خفيفة وهناي عندي شوية ديال زعتر اي الصحتر او اوريغانو احتى واحد ما دقم زيون وعندي علبتين من التونة اي الطون اللي حيتلو الزيت ديالو اضيفتو مش مجينيش مجينيش هالطبق عامر بالزيت بغيتوتو ما تتخليوا ديك التون بالزيت ديالو فاكي يبقى لكم الاغتيار او تقدروا تستبلوا اخواتي هاد التون اي الطون باللحم المفروم يعني الكفتة او القطع ديال صدر الدجاج حتى هما كيجون زيونين او تستغنوا على التون تكتفيوا فقط غرب ديك الخضروات اضيفوا على اليوم هاد البطاطا هنتو ما كتشاهدوا معي بعد ما خرجتهم الفرن كانت المقلة ديالي بقع للنار يعني احتى عشر ديالبطقيق ما كتاخداش معنا في الفرن هاد البطاطا هنتو ما كتشاهدوا معيك كأننا نقلناها في الزيت محمرة وحتى ذيك اللون ديال فلفل احمر اللي كنضيفه لك يعطيها وحل اللون رائع اخواتي كتجي لدي دون شفا لاننا فقط ضيفنا لغاديك الملعقتين من زيت الزيتون ونظيف حتى تنشف اللي ذيك الخضرة ديالي تماما أصلا ما كيكونش فيها الماء وديك الفلفل ونزيده النار كتكون على نمط وسطه واشم ما كيتلاق لكم شي الماء اضغيين كتشاهدوا لديك الحبة ديالبطية محكوك اضغيين كتشاهدوا لديك الخضرة مزيان عاد كنضيف بديك البطاطا ينضيف بثلتة الحبات البيض تستغنوا على البيض تكتبوا فقط غيب رشة من الجبن وعلى فكرة بالنسبة لهذا الطبق هذا تحضروا في المقلة سهل ماهل نكمل الوجبة كاملة او انكم تاخدوا مول زجاجي تفرغوا في هذه الخضرة وتعملوا اما البيض اما سلسلة البيشاميل والجبن وتدخلوه للفرن اخر شيء سوف نزيد جبن مودداريلا لان اخوات سوف نتقسم معكم الجبن مودداريلا في قطعة مريكا قطعت ان الاستعمل مريكا اخوة مريكا المحطة أما استعملوا اخواتينا تريد انتقسم معكم نوع الجبن المودداريلا نستعمل اي نوع الجبن او تستغنى على الجبن تكتافي فقط غرب البيض يعني يبقى لكم كامل الاختيار بعد مرشت واحدة رشة حفيفة من الجبن نزيد زويتنات وزيتون كحل وزيتون أسود نضيف ماداق وفي نفس الوقت يجين نزيون حتى هو نزين الطبق ونغطي على المقلة ونخلي الجبن بسخانة يستحسن المقلة اللي ستستعملوا لا تكون شي كتل الساق من بعد نحيدها بكل سهولة فالفطيرة تتحرك بكل سهولة يستحسن مقلة تستعملوا في المقلة يستحسن المقلة غير اللاسيقة يستحسن المقلة غير اللاسيقة وخليت تقريبا 1-5 دقائق على نار مهيلة كنقصوا النار أخواتم اللي كنضيفه البيض والجبن كنقصوا على النار باش ما كتتحرق ناشي ملقعها باش كيتبديك البيض على خطرو كذلك كيتبديك الجبن وانتما كتشاهدوا معي طبق رائع لديد أخواتيس قدروا تحضروه للعاشاء هو كيمشي بزا في العاشاء يعني كيكون خفيف او انكم تحضروه تل الغداء ترفقواه بالسمك المقلي سلطة اي حاجة بغيتونتما يعني كيجي المهم كيجي لديد بزا سوف هنا انتم تشاهدوا معي سوف نحيد هاد الفطيرة دابا من المقلة ديالا من المقلة نعملها في واحد طبق وصفي كنبغين تقصم معاكم هيدا وجبات سهلة سريعة هاد الفترة هادي كنبغين تقصم معاكم وجبات سهلة سريعة لانا كنت تحت الطالب ديال بزا في ديال الاخوات بزا في ديال الاخوات ومنو محتيانا كتحرف لنا اخواتي شنين محضروا للعاشاء فكنتمنى الاقتراحات اللي كانت تقصمت معاكم يكونوا كينلوا الاعجاب ديالكم اذا بغيتوني نزيد نتقصم معاكم وصفات سهلة سريعة فمعليكم غير تخليوهم لي تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليق ان شاء الله وانا نتقصم معاكم وصفات هيدا افكار اللي طبقهم هيدا كواجبات للعشاء او للغداء اللي بغيتوا اخواتي سافي الفيديو ديالي احتل هنا يوكي كنت سالا انضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تهلوا لي فرصكم بزاف وبسلامة ترجمة نانسي قنقر